السلام عليكم حبيبي الحلوين ابنائنا واخواتنا واخوانا من الدول العربية ومصر اهلا وسهلا بكم اليوم حلقة جديدة من تعلم الاملاء هناخد النهاردة ان شاء الله اليوم درس كلمات منونة في جملة درس ده مهم جدا الكثير منها بيخطئ في قراءة او كتابة الكلمة المنونة هناخد النهاردة كلمات منونة في جملة لكن النهاردة الحلقة في هذه الحلقة هناخد ايه كلمات منونة بالفتحة كلمات منونة ايه بالفتحة بالفتحة هو أنا عندي تنوين غير الفتحة طبعا عندنا تنوين غير الفتحة بس لازم نعرف تنوين يعني ايه تنوين بالفتحة يعني الكلمة بيبقى عليها فتحتين اتنين تنوين بالكسرة الكلمة تحتيها كسرتين اتنين تنوين بالضمة الكلمة عليها ضمتين اتنين أعرفنا ايه تنوين لأول بقى نتكلم بقى ونقول كده قرأ كريم كتابا قرأ كريم كتابا هناخدها إم لا أم هناخد أول كلمة قرأ انا اتفقنا علي ايه قلنا الكلمة احطها في الزاكرة عندي هنا في دماغي قرأ ولما اجي اكتبها اكتب حرف حرف يعني خرج من فمي حرف واحد بس قرأ يبقى أول حرف ايه قا قا بس ما ينفعش اقول قا را را لا ده هما كده حرفين قا يبقى اكتب القاف القاف على الصدر يا حبيبي قا يبقى بعد ما اكتب الحرف لازم اشوف التشكيل بتاعه الضبط بتاعه مفتوء ولا مكسور ولا مضموم قا يبقى القاف على فتح وارجع اشوف الكلمة تاني في الزاكرة بتقول ايه بتقول قاراء فانا كتبت اول حرف ما افتكرش بقى من الزاكرة الحرف التاني لازم اقرى الحرف الاولاني مع الحرف اللي انا لسه هكتبه اقول قار را 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 يبقى حرف الايه الرا حرف الرا جزء منه فوق السطر وجزء منه تحت السطر قاراء احنا قولنا بنكتب الحرف وبعد كده بنعمل ايه يا حبيبي برافو عليك بنشوف عليه فتحة ولا كسر ولا ضب قاراء را قاراء اه اجب الكلمة تاني قاراء ا ا ا اللي هي الالف الالف يا حبيبي اللي عليه همزة قاراء 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 كريم خدت الكلمة في الزاكرة عندي هنا هقطعها حرف حرف ك يبقى اول حرف من عنده ايه ك ماشي نكتب الك ك انهي ك بقى دي ده انا عندي اتنين كا يا استاس عندي كا كده وعندي كا كده فيه على فكرة كاف رسمة للكاف تاني فيه رسمة للكاف تاني بس طبعا ما ايه مش عارف بقوش يستعملوها ليه اللي هي بالشكل ده الكاف دي يا حبيبي والكاف دي هي نفس بتاخد نفس الصفة بمعنى الكاف دي والكاف دي دول اتنين دول بيكتبوا في اول الكلمة او في نص الكلمة في اول الكلمة او في نص الكلمة او في نص الكلمة اما الكاف اللي عليها همزة دي اللي هفوق منها هم المهموزة دي الكاف دي ما تكتبش قلا في اخر الكلمة يبقى اكتب انا وحرف اكتب ده ولا ده الاتنين زي بعض المتبع عندنا في الكتب بقوا يستخدموا الكاف دي خلص ما فيش مشكلة قرأ ك ك فتجر تاني يقول ايه كريم كريم انا قلت انها تعطل كا 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 امتق الحرف اللي بعدها بس كا ري 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 مكملش ري يبقى راء ري يبقى راء تحتيها قصر قال ايه قراء كريم قراء كريم الله كريم ده فيها هنا عند مد ايه هو المد بقى يا حبيبي مد؟ مد بايه مين يتذكر يا راجل مد بالالف ينفع؟ لا مش مد بالالف مد بايه؟ بالواو لا ولا بالواو برافع عليك مد بالياق ليه يا استاذ مدل بالياق؟ لان الحرف اللي ايه اللي قبل الياق تحتيه كسرة والياق معالهاش ولا شدة ولا حاجة كريم كريم خلصت كريم بس هي الاسم الكلمة خلصت؟ لا لسه فاضل حاجة تانية كريم ميم برافع عليك كريم انت قلت له يا استاذ كريم الميم هنا علي ايه؟ قرأ كريم كريم قرأ كريم كريم انت قلت له يا استاذ بنكتب الحرف وبعد كده حط عليه الايه؟ الشدة والفتحة والكسرة لا ياء المد والف المد وهو المد بيبقى عليهم اصلا سكون لان هما لا ينطقوا لا ينطقوا لا ايه؟ لا ينطقوا كيف الياء المد والف المد وهو المد بحنا ندي المد تالت انواع بالالف والياق والواق الياء والالف والواق اش علوم اي تشكيل ولا فتحة لو كان علوم فتحة او كسرة او ضمة ما يبقوش يقرأ بقى يعني كريم كرياء ياء بس هنا معلاش ولا فتحة ولا كسرة ولا ضمة وقبلها حرفه مكسور يبقى مد بالايه؟ بالياق قرأ كريم كتابا الله ناخد بقى كتابا دي اللي احنا هنشتغل علامة المهاردة كتابا اخد انا حرف ما خلاص كي تا اول حرف كي كي مش تي مش تا كي يبقى الكاف خلاص تعوردنا بقى عرفنا الكاف ديه اللي بتقى في اول الكلمة او في نص الكلمة كي يبقى الكاف تحتها كسرة كي تا 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 كي تا ما اقولش ما انطقش حرف التا وانا هكتبه لما اجي اكتب حرف التا ما انطقش التا لازم انطق الكلمة من الاول انا وايفوة بال signaling كا كي تا كي تا يبقى التا كي تا تا يبقى التام بحتوح كي تا الله برفع عليك فامدب ايه بقى دي! جميل اول جملة دي اللي فاهمت باليأو ومد بالإيه برابع عليك بالألف كتاب با 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 كتاب با با حرف البا اهو تاني با يبقى با با على إيه فتحة كتابا كتابا اي كلمة يا حبيبي في النطق أخيرها نون تاخد بالك كويس هل هي نون من أصل الكلمة ولا نون تنوين نون من أصل الكلمة ولا نون تنوين هعرفها زي يا أستاذ هو قلبي يقول ليه كريم كتابا هناخدها واحدة واحدة حالا دلوقتي هناخد كتابا الاول لا هناخد كريم الاول كريم كريم كلمة أخيرها حرف النون قلنا عشان أعرف إذا كانت الكلمة عليها تنوين ولا معلاش تنوين أعمل إيه؟ ما أنت أستاذ ما عملتش لها إيه؟ نون هي؟ آه صح ما عملتش لها نون ليه؟ لأنه قال لي كريم طب ما أنت نطقت النون يا أستاذ صح بس أنا هحزف النون في النطق هحزف النون في النطق يبقى أصل الكلمة إيه؟ كريم أصل الكلمة إيه؟ كريم طيب ناخد اللي بعدها كتابا با الباق مفتوحة إيه؟ الباق إيه؟ مفتوحة ركز معي الباق هنا مفتوحة كتابا با كتاب طب هحزف النون يبقى باقى تسمع إيه؟ كتابا با با مد بالإيه؟ بالألف رضو عليك طب ليه؟ ليه أنا حزفت النون؟ ركز معي كويس جدا حلقة دي مهمة جدا ليه أنا حزفت النون وحطيت مد بالألف ركز كويس جدا في تنوين الفتحة تنوين الفتحة اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة عبارة عن إيه؟ هقول لك كتابا أنا حطيت على فتحة ليه؟ حطيت مدتها بالألف ليه؟ أو حطيت وراها ألف ليه؟ دلوقتي بس بعد ما ناخد الجملة التانية ركز معي كويس جدا يبقى أنا لما أقول كتابا أخرها إيه؟ نون هحزف النون من النطق كتاب كتاب طبعا أنت كنت أبتدي كتاب بس مدتها ههو يا أستاذ هقول لك إحنا مدناها ليه حالا دلوقتي بعد ما ناخد الجملة التانية دي قرأت قرأت هبة قصة قرأت قا والقف عليها يا أحبيبي بربع عليك فتحة قا قرأ را الرا برضو تتكتب وعليها برضو فتح قرأ 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 أ أ أ أ أ أ قرأ أ أ أ أ أ ماذا الالف عليها ؟ هامزة وعليها فتح قارا آ زي دي كدا بالضبط دي اسمها تاء مربوطة عليها العونوطتين دي اسمها هاء ماشي ؟ فرق ما بين التاء مربوطة مع الهاء طب هي يا أستاذ أنهي واحدة فيهم هكتب دي ولا دي احنا قلنا ايه بقى قلنا التاق المربوطة بندلعها بندلعها بنخلاها ايه بننطقها ها في النطق بنطقها ها أما التاق المفتوحة لا خالص وما بتدلعش ما بتدلعش دي طيب هنقول بقى هاعتبرها تاق مربوط هشوف كده تاق مربوطة اللي بتدلع ينفع قل قرأها قرأها هبا قصة قرأها هبا قصة تنفع قرأها قرأها هبا قصة لا طبعا يبقى هي تاق ايه ما بتدلعش يبقى تاق مفتوح قرأت قرأت تاق 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 ولا فتحتها ولا كسرتها ولا ضمتها يبقى رفو عليك يبقى عليها سكور قرأت هبا تن هبا تن هبا تن هي استاذة محترمة فاضلة اسمها هبا او بنت من الابناء للجمال اللي بتعلمهم اسمهم هبا انا بنتي عمتا اسمها هبا بنت الكبيرة اسمها هبا قرأت هبا تن هي هي يبقى الهاء ليه يا استاذة عملنا هي هي يبقى الهاء تحتها قصة ليه يا استاذة عملنا الهاء دي ما عملناش الهاء دي ليه الهاء دي يا حبيبي بيجي في اخر الكلمة يا اما مشبوكة في حرف قبلية يا اما مش مشبوكة يا اما مش بوكة في حرف قبلية يا اما مش مش بوكة يبقى verteبك يا اما دي بيجي في اخر هبا تن رجع النتان الحكتين اتنين يا استاذ هبا تن هشيل النون في النطق يبقى هبا تو هبا تو طب هبا تو أنهي تأفيهم تو دي ولا تو دي ما دي لما تحط عليها ضمة بقيت تو برضو وده لما تحط عليها ضمة بقيت تو هبا تو ينفع قول هبا تو كده طب هناخدها الأول بالتاق المربوطة اللي متدلعها هندلعها قرأت هبا هبا ايوه صح يا استاذ هي هنا هتبقى تاق مربوطة لأن قبلت انها تبقى تدلع وتبقى ها يبقى قرأت هبا تو طب هناخدها تاق مربوطة تمام طب هكتبها ازاي هكتبها لازع فيها كده لأ قلنا التاق المربوطة يا حبيبي لما تكون فاخر الكلمة وقبلها حرف متصل تنعمل زي الهق بالضبط كده يبقى قدي هبا تو بس انت قلتلي يا استاذ هبا تن هشيل النون بقت هبا تو يبقى النون مش في أصل الكلمة النون مش من أصل الكلمة لأن انا مغيرتش في كلمة حاجة لما حزفت النون في النط مغيرتش في الكلمة هي اسمها هبا يبقى هبا تن احط عليها تنوين بالضم هبا تو تو طب تنوين بالضم ليه؟ لأنها ضمت حرف التاق المربوطة تو يبقى تنوين بالضم يعني ضمتين اتنين قرأت هبا تن قصة قصة قي قي يبقى القاف قي قصة 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 جميلة او الصاد دي صاد صاد هعمل الصاد الاول هحط عليها ايه يا حبابي؟ صايا استاذ عليها فتحة ماشي بس الصاد هنا مطقت مرتين مطقت كم مرة؟ مرتين قصة قصة وانا قلت الحرف الي ينطق مرتين يعني معنى كده انه ايه؟ انه عليه شد طب انت عملت شد وفتحة ليه؟ لأن الصاد اصلا مفتوح قصة صا 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 الصاد مفتوح قصة تن تن رجعنا تاني للنون يا استاذ والتا شبكتيني حتين اتنين مع بعض هنتخلص من النون الاول قرأت هبا قصة تن هاشي للنون يبقى قرأت هبا قصة تا تا مش قرأت هبا قصة هي كلمة قصة دي اتغيرت؟ لا هي قرأت قصة يبقى حطها تا انهي تا يا استاذ تن ينفع تتدلع لازم نبدأ بالتا المربوطة الاول نشوفها تتدلع او مش تتدلع قصة تن هي تا المربوطة بتتدلع بتبقى ايه؟ يبقى قصة قصة ايوة تتدلعت يا استاذ يبقى هي تا مربوطة نرجع تاني للتنوين يا استاذ قلتلي قصة تن ما احنا حزفنا النون اه حزفناه بس نحط التنوين بتاعها بقى قصة تا التا هنا بمالها مفتوحة ولا مكسورة ولا اضمامون تا بربو عليك مفتوح يبقى عليها تنوين بالفتحة نركز كويس جدا بقى ها هنشوف الحلقة دي جميلة جدا جدا ناخد بالنا لو بس هنشوف الاول الفيديو عدى الوقت بتاعكو حشان متزهقوش لو كده نكمل في الحلقة القادمة لاحظة من فترك ممكن نكمل ممكن نكمل ايه الفرق بقى يا حبيبي ما بين التنوين انا عندي هنا يا حبيبي تنوينين اتنين نوعين اتنين من التنوين دلوقت في الجملة فين هما النوعين يا استاذ تنوين بالفتحة يعني فتحتين وتنوين بالفتحة فتحتين طب اول اتنين بالفتحة ما عندي تنوين اهو تنوين بالضمة ضمتين وتنوين بالضمة ضمتين ركز معي كويس هاخد تنوين الفتحة ده وبناء انا عليه اعرف كل حاجة تنوين الفتحة يا حبيبي بقى بعبارة عن ايه بقى ركز معي انا قلت كتابا وما شرحتش لها انا مدته حطيت اهين الف وقصة برضو تنوين بالفتحة بس ما حطيتش الف ليه بقى تنوين الفتحة بس بتكلم على تنوين الفتحة بس مختلف عن تنوين الضمة وتنوين الكسر مختلف ايه يا استاذ بيقول ايه اي كلمة اخيرها ما يكونش تاق مربوطة تاق مربوطة مش هاء مش هاء مش هاء دي تاق ايه مربوطة اي كلمة ما يكونش اخيرها تاق مربوطة يضاف اليها الالف يضاف اليها الايه الالف الماد ده كتابا طب قل لي كمان كلمة يا أستاذ واحدا وا 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 واو مد بإيه يا حبايبي برافو بالألف وا حي الحا تحتيها كسرة والحا ما تشبكش في الآلف اللي قابليها لأن الألف ما تشبكش في الحرف اللي بعديه زي الوا ما تشبكش في الحرف اللي بعديه واحدا دا 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 الدا هنا علي يا حبايبي الدايبة دا مفتوحة بس ما قالش بقى واحدا قالي واحدا دا تنوين هنا وهو تنوين إيه اللي يعرف نوع تنوين هيحسي في النوت بقت كلمة إيه واحد ما تغيرتش خالص الكلمة واحد ماشي ماشي ما تغيرتش خالص طب يبقى حط تنوين بالفتح ما أنا حزفت أنه أنا حطي لها الفتحة التانية واحدة الدال هنا الحرق الكلمة دي أخيرها تاق مربوطة لا ده أخيرها ده يا أستاذ يبقى يتخط قدامها ألف يبقى تنوين الفتحة يا حبيبي يتحط قدام أي كلمة آخر حرف دي يتحط قدامه ألف طالما الكلمة نفسها مش أخيرها تاق مربوطة مش أخيرها تاق إيه مربوطة اتفهمت القصة طب دي في المنوم بالفتحة المنوم بقى بالكسرة والضم مالوش دعوة ما بيتغيرش خالق بيتحط فوق منه الضمتين بس أو الكسرتين بس قصتين مثلا هي غلب قلنة قصتين بس أنا هتبالها إيه وإنه بجعل بساحتين تنوين بالكسرة يتحط مفيش حلقة مفيش تغيير كتاب أشيل البق بقى أشيل الألف ومفيش تغيير يبقى التغيير عندي فين في تنوين الفتحة بس تنوين الكسرة وتنوين الضمة بيتحط بس الضمتين أو الكسرتين على الكلمة وما بضيفش علوم حاجة أما تنوين الفتحة بضيف ألف إذا كانت الكلمة أخرها مش تأمر بوطة أخرها إيه؟ مش تأمر بوطة نكتفي بها القدر وأشكركم ومشكرين جدا جدا على الإعجابات الجميلة والتعليقات الجميلة جدا بتاعكم وأنا تحت أمركم في أي حاجة رقمي برضو 010-2-11-699-4-1 تصل علي في أي وقت وفي أي مكان وأنا تحت أمركم وإذا كانت أخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله